موسيقى استقبل ميناء المكلة خلال الأيام الماضية العديد من السفن الخشبية القادمة من الصومال والمحملة بالمواشي لتلبية حاجة المواطنين والسوق المحلي من الأغنام والعجول في عيد الأضحى المبارك ووضح رئيس مؤسسة مواني البحر العربي المهندس سالم علي باسمير أن وصول هذه السفن يأتي بعد أن تقدم تجار المواشي بطلب الاستيراد إلى السلطة المحلية عبر مكتب وزارة الزراعة وبعد موافقة السلطة التنفيذية على طلب الاستيراد لسد حاجة المواطنين من المواشي في ظل شحة الأغنام في الأسواق وارتفاع أسعارها وأكد المهندس باسمير أن قيادة مؤسسة مواني البحر العربي عملت على تسهيل الإجراءات الملاحية في عملية استيراد المواشي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين فيما يتعلق بأزمة شحة المواشي مضيفا أن المؤسسة قامت بمتابعة استقراج تصاريح السفن بالتنسيق مع قوات التحالف وخفر السواحل لسماح لها بتفريغ شحنتها من الأغنام دون تأخير وقال رئيس مؤسسة مواني البحر العربي أن تظافر الجهود وتكاتفها سواء كان في الجانب الملاحي من قبل الميناء أو الأمني من قبل التحالف وقوات خفر السواحل أثمر بنجاح عملية الاستيراد للمواشي ورست خلال الأيام الماضية على رصيف ميناء المكلة باخرة الخير التابعة لشركة الخيرات للتجارة والصناعة وعلى متنها نحو سبعة آلاف رأس من الأغنام قادمة من منطقة بربرة بالصومال وقامت الشركة بتفريغ حمولتها من المواشي ونقلها إلى المحجر البيطري الإقليمي بمنطقة العيس شرق مدينة المكلة بعد أن تم إجراء فحص لعينات من الأغنام من قبل البيطري والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض لتوفير المواشي في محافظة حضرموت بشكل رئيسي ومحافظات عدن والمهرة ومأرب وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الخيرات للتجارة والصناعة الشيخ محمد علي باجوه إلى أن الشركة تستورد المواشي وتغطي احتياجات السوق المحلي منها بشكل سنوي وتستورد كميات كبيرة من المواشي من جمهورية الصومال تحت إشراف وزارة زراعة والري مبينا أن الشركة تقدم خدمات للعاملين في القطاعين العام والخاص من خلال التعامل معها عبر التقسيط المريح الذي يصل إلى ستة أشهر مؤكدا أن هذه الإجراءات تواكب توجيهات قيادة السلطة المحلية بحضرموت للإسهام المجتمعي وتخفيف العد على المواطنين وقال الشيخ باجوه أن الشركة لديها موقع يحتوي على عدة حضائر تم تجهيزها على أحدث مستوى وكل حضيرة بها ما يقارب أكثر من 1500 رأس غنم إضافة إلى مسالق تتوفر بها العديد من الخدمات البيطرية التي تتناسب مع المعايير العالمية للتأكد من سلامة المواشي عند دخولها للبلاد لارتباطها بصحة الإنسان وأعرب مواطنون عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهاد الحكومية ممثلة بمؤسسة مواني البحر العربي ومكتب وزارة الزراعة وقوات خفر السواحل على تسهيل إجراءات عملية استيراد المواشي لموسم عيد الأضحى المبارك ولشركة الخيرات على توفير كميات كبيرة من المواشي تغطي احتياجات السوق المحلي بأسعار في متراول الجميع اشتركوا في القناة